احنا معنا خبر ان الرئيس رجع بسلامة الله للقاهرة بعد طبعا المشاركة في قمة التغيرات المناخية فخبر عاجل بنقوله لحضراتكم وطبعا مرة تانية هنتكلم عن كلمة الرئيس لان الحقيقة حتى اللي قاموا بتحليل وتفسير كلمات السادة الرؤساء والزعماء اشهدوا بكلمة الرئيس في ايه؟ في انه دخل في صلب الموضوع الحقيقة ده مش كلامنا ده يعني ما بتتشوف كده تحليلات الاخبارية يقولك ايه ان فيه رؤساء وزعماء قعدوا يشخصوا في المشكلة قعدوا يتكلموا عن التغيرات المناخية واهمية القضية واختورتها والكلام ده كل طيب المشكلة معروفة ومتشخصة من سنين السنين لكن الاهم انه نعمل ايه؟ نحلها ازاي؟ ففي كلمة الرئيس دخل في صلب الموضوع على طول انه ادي الوضع وخاصة لما تكلم عن البلد اولا عن مصر وعملت ايه وبتعمل ايه وخطتها الاستراتيجية بالنسبة لتحدي التغير المناخي اتكلم كمان عن مسؤولية المجتمع الدولي انه لازم يتم الالتفاق بالالتزامات للدول النمية وتكلم كمان باسم دول القارة الافريقية ان احنا المتضرر الاكبر من قصة التغيرات المناخية فبالتاني الحقيقة تحليل وتفسير وقرأة كلمة الرئيس النهاردة وكمان ردود الافعال وكمان الكلمات اللي اسمعناها وهل في جدية حقيقية للتعامل مع هذه الازمة هنتكلم عن ده ان شاء الله في فقرتنا الرئيسية باذن الله